مشاهدين في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية فقرتنا القادمة وفقرتنا الرئيسية وحديثنا كما نواهنا في البداية عن أثار واحد الخارجة وحنتكلم عن هذه الأثار وعن قيمتها والعصور التي تنتمي لها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور إيفان إدوارد بولس أستاذ الرشاد السياحي أهلا بكم معنا دكتور أهلا وسهلا بكم حدركم أستاذ دائما بنسعد موجود حضرتك معنا أهلا بكم شرف لي واحد الخارجة وأهم أثارها نتكلم بقى نتكلم عن الوحات عموما أنا فريق الإعداد لما أتصل بي وقالوا أعزين ناخد حاجة مهمة كده تشد السادة المشاهدين وعجابوا بيها طولهم نتكلم على كنوز مصر المنسية والكلمة دي شدت كل الناس يعني كنوز منسية إحنا عندنا الوحات ده كنز من الكنوز الذي تزخر بيها مصر ولازم نهتم بيها إحنا حاليا عندنا خمس وحات الدخلة والخارجة والفرفرة ودول تبع محافظة الودي الجديد واحدة البحرية تبع محافظة الجيزة واحد سيوة تبع محافظة مطموح أقدم ذكر الوحات في عصر الدولة القديمة أيام الملك بيبي الأول الوسطى الستة وده ذكر في منطقة الدخلة أو في واحدة الدخلة بعد كده في الدولة الوسطى لقينا لقب اسمه المشرف على الوحات فعرفنا أن الملك المصري أيام كان مين في الدولة الوسطى قصر 2011 و12 كان بيعين واحد قائم على الإشراف على منطقة الوحات في الدولة الحديثة لقينا مناظر كتيرة لحاكم إقليم الوحات جاي يقدم القرابين للملك المصري فالوحات موجودة منذ القدم إنسان الوحات مصري قديم أصيل منطقة الوحات منطقة مصرية من عصر مصر القديم لقينا نقش ودي الجديدة بقى اللازم تهم سيدة المشاهدين لقينا نقش مهدم أو مهشم من عصر ملك بطلميوس الحداشر في معبد إدفو ذاكر إن مصر القديم فيها سبع واحد الدخلة الخارجة الفرفرة البحرية وفي واحد بين الفرفرة والبحرية اللي معروفة دلوقتي باسم منطقة الحيز دي كانت واحدة رسمية واحد وادي النطرون وواحد سيو دول سبعة دلوقتي عندنا خمسة بس وإن كان يعني حتى الحيز دي لما مشت دلوقتي كثير من المصيرون بيقولوا على الفيوم واحد يعني هم 비عتبروا الواحد الفيوم ماكان الحيز وللنطرون ما بيتش واحد وللنطرون ما بيتش واحد خرس لا الخمسة دلوقتي المسجلين دخلة خارجة فرفرة dengan سوأ بحرية الناس بتعتبر هذا الفيوم منخفض من الفيّوم واحدة الفيّوم كما يُطلق عليه فالواحد دي قديمة كلمة واحد جاية من تلك كلمة وحاد باللغة المصيرية القديمة معنى الغلاية. الاشهر الوحاة دي اه واحد الخارجة. كان لها اسم مصر القديم اسمها هبت. بمعنى المحرث. ومن هبت دي اليونانيين اطلقوا عليها هبس. على الواحة كلها. ودلوقتي اضخم واجمل معبد موجود في الوحاة الواحة الخارجة. اخد نفس اسم المدينة معبد هبس. المعبد ده اصوله ترجع الى العصر العصول المصرية القديمة تحديدا العصر متأخد. اول توبة تحقد في المعبد ده كان في الاسرة ستة وعشرين. ايام تلت ملوك ابس ماتيك الاول واحد ايبراع المعروف باسم ابريس واحمس التاني امازيس. يعني البداية اسرة ستة وعشرين تلت ملوك. الاسرة سبعة وعشرين مع دخول الفرس دارة الاول ابن الملك قميز الفارسي عمل بوابة اسمها بوابة دارة وبوابة فارسية وهو عمل جزء كبير في المعبد. بعد كده في الدولة العصر البطلمي بطلميو ستاني عمل انجازات كبيرة في المعبد. اخيرا العصر الروماني في بوابة اسمها بوابة جالبة او لوحة جالبة ده الامبراطور الروماني في هناك لوحة الستة وستين. ستة وستين بيسموها كده عشان ستة وستين اه سطر. فيها كل الاصلاحات الاقتصادية والادارية اللي كان جالبة الامبراطور الروماني جالبة كان عايزها من الشعب فحطها على هذا المرسوم. ربط رهيب ما بين معبد هيبس في الخارجة او الخارجة وطيبة. مم. لقصر حاليا. ربط بين الرغم ان المسافة مش قريبة. اه خالص. اه. بس في ربط بينهم هما الاتنين. مم. واحد طيبة يعني الطيبة ده اه مديد الطيبة. الوقصر. اه. واحد الخارجة يعني بيسموها الواحد الواحد الكبرى. واحد طيبة ليها اكتر من مسميات غير هيبس. المعبد بيقارن بمعبد امون رعف الكارنك. مم. ربط غير عادي. المعبد قدامه طريق كباش. مم. المعبد بيطل على مارسة زي ما كان معبد الكارنك بيطل على المارسة. مم. دي اوجه التشابه. هنا مارسة هنا مارسة. فيه طريق كباش هنا فيه طريق كباش هنا. ده معمول لكبير الالهة وسيد الالهة في طيبة امون وسلوسو. مم. امون وموت وخنسو. برضو معبد هيبس معمول لامون وموت وخنسو. رغم ان هو عوبة جنبه ازوريس وازيس وحورس السلوس العام. معبد هيبس يميز ان فيه من المعابد القليل اللي فيها دورين. مم. فيه سلم يطلع الى الدور التاني. تصميمه زي المعابد المصرية. اه بلون خارجي او بوابة خارجية. بعد كده في ناء مفتوح صالة اعمدة اولى صالة اعمدة تانية انتهى بقدس الاخداس. فمعبد من اجمل المعابد المصرية. المشكلة اللي انا كنت عايز اسارها واخترت موضوع الوحاة وكنوز مصر المنسية. ان الاماكن دي غير مدرجة على الخريطة السياحية كما يجب. امم. انا لما اجعرض على الطلبة بتوعية في الكلية عايزين نطلع رحلة. هنروح فينا يا دكتور هروح الوحاة. هنشوف ايه في الوحاة. هنروح نقعد في صحرا. مم. لما اجي اعرض على بعض المرشدين. انا باعمل ندوات تسقفية وزارات السادة المرشدين. بزاة صغار السن او لسه في مرحلة التدريب. اول من رغم رايحين الوحاة يسألوني سؤال كده غريب. هي الوحاة دي بتطراح او مدرجة من ضمن البرامج السياحية. في سياحة بتروح له قليل. لا يا دكتور خلينا في الاهرامات. خلينا في سقارة. خلينا في ضحشور. في في الاماكن. فهو عدم تسليط الضوء على منطقة الوحاة ده. اه. يعني شيء اه محزن للغاية. فيه كنوس كتيرة جدا. بداية سببه. يعني برضو. يعني هتكلم حضراتك على معبد. يعني لو قلنا بس ده المعبد بس لان فيه اقصار تانية يعني. اه لا ده في خارجة مليئة. ولكن ليه مش وقد حقها يا. يعني هو ده معلش انا شايف ان ده دور وزارة السياحة. مع شركات السياحة. خلاص السياح اللي جي مرة واثنين وتلاتة. البرامج التقليدية النهاردة عندك هرم اه منفس دهشور. بكرة عندك اه مجمع اديان مصر قديمة. بعد عندك قلع وخان. خلاص. طب لو الساح ده جي زيارة تاني. هيروح لقصر اصوان. لا ده مرات بيبقى البرنامج الاولاني دي اللي هو دول ايومين تلاتة القاهرة. اه. معهم لقصر اصوان. صدف ان الجسد دي او المجموعة دي جات تاني القاهرة. لازم تغير لها البرنامج. زبت. ها. هم بيعملوا كده مرات يقولك لا احنا هجيين سياحة ترفيهية المرات دي هنروح شارم. هنروح غردقة. بس انا ممكن حتى لو جاي السياحة ثقافية انا واعلو. اود دي اسكندرية اللي مرات كتيره ما بتبقاش اه مدرجة بالبرنامج. الا بلا وتعمل اوبر ديك اسكندرية روح اراجعة كده. الفيوم. بالاثار اللي موجودة فيها مصر القديم و. ممكن بعد المسافة هو اللي عمل المشكلة. طب الفيوم والاسكندرية مش بعيدة. اه طبعا انا اتكلمت على بعد المسافة بالنسبة للوحات. اه. وان واحد سيوى مسلا جنة الله في الارض. ان واحد سيوى من الوحات كمان العظيمة. بس عشان اركب سائح اربعتاشر ساعة في اوتوبيس. لا طب. حتى لو في اه استراحات كتيرة وبيخش طايلت. وبيلاقي كل حاجة متاحة. لكن المسافة البعيدة هي دي ممكن اللي بقليلها فرص الاثار بتاعها. في مطار في الخارجة متى يقلي. الخارجة فيها لكن سيوى ما فياش. اه. اه. وطالبنا في اكتر مؤتمر ان موضوع المواصلات وكيفية وصول السياح بطريقة سهلة للمنطقة دي. هي ده السبيل الوحيد اللي هيعمل رجلة على المنطقة. مع تسليط الضوء بقدر ما يمكن زي برنامج حضراتك وقنوات الانفزيونية بنحاول نقول قدير واحدة الخارجة دي او دخلة والخارجة والفرفرة وسيوى والبحرية بالكنوز اللي فيها دي لا تترك. عندنا كمان في الخارجة وورا معبد الخارجة عندنا جبانة من اعظم جبانات مصر. اه. اسمها جبانة البجوات. جبانة البجوات المسيحية. احنا عارفين كلمة جبانة يعني مقابل. مقابل. ودي اصولها ترجع الى خمس تلاف سنة قبل الميلاد. بس اه الشهر المنطقة دي ان المسيحين ايام الاضطهاد الروماني. مم. تركوا الوجود جنب الحمية الرومانية واللي بتلقى منها تعزيب. وراحوا المنطقة دي وسكنوها. مم. حولوا المقابر دي الى مقابر مسيحية. هي لها تلت مسميات. حتى الصين بتعهية الاسار. مم. جبانة البجوات. مقابر البجوات. اه او اي مقبرة معينة مقبرة. او مزار او كنيسة. مم. تلت اسماء لحاجة واحدة. يتقول مقبرة. اه اما مزار. اه اما كنيسة. متين تلاتة وستين مقبرة. اه. فيهم اشهر واحدة فيهم كنيسة السلام. وهو اللي حضرتك ايه لجواهم. اه. وايه سابع المسميات دي. كنيسة السلام. اه. كنيسة الخروج. اه. من اروع ما كلها معمولة من الطوب اللبن. الحاجة اللي تهمة السادة المشاهدين حلوة قوي. هي التسمية بتاعة جبانة البجوات دي. جاية من التصميم المعماري بتاع المقابر. كلها فوقيها قب. اه. وجمع قب قبوات. اه. مع اللغة بتاعة اهل الوحاة قالوا عليها ايه? بجوات. لا. جبوات. بدل. بدل قبوات. اه. جبوات. اه. اللي بتطورد لقيت بقيت ايه? بجوات. بجوات. دي ما فيش حاجة اسمها بجوات خالص. هي من قبو. اه من قبو. قبوات قالوا بيعطشوا الجيم زي السعيدة كده. اه. جبوات. اه. من جبوات جات جبانة البجوات. اه. مئتين تلاتة وستين مزار. نخش فيهم منازل كلها. بس لازم نفرق ما بين اي حدا يروح لازم نفرق بين حاجتين. المخبرة دي وسانية. اه. ولا مسيحية. اه. وسانية يعني كانت من زمان خالص قبل ما يجي المسيحيين ويجوا. بس هي كلها تحولت الى مزارات مسيحية او كناسة. اه. كل المرز اللي فيها موجودة قصص من التوراة والانجيل. اه. كلها. انا مش كلهم مسيحيين. في ناس مش مسيحيين. اه. فبعد اتعب علشان اشرح القصة اللي موجودة. اه. في من التوراة والانجيل. مزار الخروج دا يفيه كل المناظر الخاصة بخروج سيدنا موسى. اه. بشعب بين اسرائيل من مصر. جزيلا انه عبر البحر والكلام ده كله جي فرعون وراء لغاية لما غرق اه فرعون وهكذا. عندنا مناظر لفول كنوح. وقصة النجاة. اه. عندنا مناظر اه خروج اه ابونا ادم ومنا حوى من الجنة بعد الوقوع في الخطيئة. كل المناظر سيدنا ابراهيم. المناظر ملونة بقى. كلها ملونة. اي نعم هي دلوقتي للأسف. اه. ودي حاجة انا لازم اسجلها في البرنامج. اه. في ناس صراحة هي طبعا عمر المقابر دي من القرن الرابع لغاية القرن السابع. اه. الميلاد. سوري. التاني لغاية السابع. اشتهرت اوي. اه. في قرن الرابع اللي هي مظهر السلام ومظهر الخروج وكلام ده. يبقى من التاني للسابع الميلادي. الرابع ظهرت بطريقة غير عادية. في ناس ظهروا المنطقة دي في الوقت بعد الوقت دي يعني بقرون قليلة. ترك هم مخربشات. اه. بس الناس دي كانت ناس رخية جدا. اه. رغم خدم المخربشات دي. جم عند المناظر بعدوا عنها. وجم عند حتاة كده معمولة بالملاط ومع لهاش. اه. اي رسومات. سجلوا اعجابهم بالمنطقة. اه. وتاريخ الزيارة وبعض الاسماء. ودي مقبولة منهم لان هم ما ما عملوش اي حاجة في المناظر اللي موجودة. اه. نيجي احنا بقى. اه. في العصر الحديث. المصريين اللي بيروحوا والزيارات وبخصوص لو في طلبة اه مدارس طلبة كل ايه. يعني انت عارف حضرت اخي احنا بنعمل ايه في الاسر. اه. بنعمل القلب. وللزكرة الخالدة. والكلام ده كله. وموجود هناك. وصوروت ناس طلبة. وصورناه ونزلناه. قلنا يا جماعة مش معقول ان زمان مع الجهل وعدم المعرفة. الناس لما جمع. كان ارقى وكانت تندج. وعندها واحد. حاجات مفيدة. هو سجل اعجابه بالمكان. سجل هو جي امتى. سجل اسماءهم. بس بحيطة بعيدة عن المخربشات وعن المناظر المسيحية الرخية اللي موجودة هناك. احنا جينا في العصر الحديث للأسف تم التعامل بشيء من الجهل مع الاماكن دي. فعشان كده. اه في تاني جنب المظاهر السلام. ومظاهر فيه اقدم كنيسة موجودة في مصر. بازيلكة. احنا عندنا بازيلكة موجودة في الحيز. في واحدة الحيز اللي هي جنب واحدة البحرية. هناك برضو فيه كنيسة. والكنيسة دي معمولة بتراز بازيلكي. هي في الاول كانت معمولة زي المحاكمة الرومانية. هي معمولة اصلا كمحكمة رومانية. تلات اجزاء كده. وبعد كده تحولت الى كنيسة على التراز البازيلكي. جبانت البجوات وما تصخر مئة متين تلاتة وستين. مدينة. شوارع. انا اول مرة رحتها زورتها ما كنتش يعني ازاي? انا كان عمري قد كله دارس ارشاد وكده ومع يعني ما اتحطلش لها الفرصة ان انا اجي اشوف جبانت البجوات المسيحية واشوف الروعة دي وخصوصا هي تلاتة كيلو من معبدي بس. دخولها بقى يعني في البرنامج السياحي لاي محب للثقافة او للسياحة الثقافية. ده محتاج مننا ايه? محتاج تنظيم جيد للزيارة هناك. اه. لان المنطقة كبيرة. اه. نعمل هي ممكن يومين بليلة نخلص كل الاثار. وخصوصا انهما في تقارب بينهم. يعني معبدي بس جنب وجبانت البجوات تلاتة كيلو عندنا معبدي كومن نضورة. اه. طبعا انا نسيت اقول في البداية ليه المصر القديم اهتم بالوحيد. ومن بعده البطلمة. ومن بعده الرومان. المصر القديم اهتم به لانه هناك فيه درب الاربعين. ده كان طريق التجارة الرئيسي. نعم. عند المصر القديم. اللي كان بيطلع من اسيوت وصولا الى دارفور. ده كان طريق التجارة الرئيسي عند المصر القديم. عشان كده اهتم بمنطقة الوحاية وعينه مشف على الوحاية. في العصر البطلمي اهتموا بالمنطقة دي. وبعدها في العصر. عشان برضه طرق التجارة. في العصر الروماني احنا عارفين العصر الروماني والحكمة البيزنطية كان فيه مقولة مشهورة اوي من دارسها للطلبة ان كانت مصر بمثابة سلة الخبز للدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية وروم عايشين على الامح المصري. فهم محتاجين زراعها. محتاجين الامح. فعشان كده ده السبب الرئيس اللي خلى الرومان جو مهتمه بالمنطقة وزراعتها. نضفوا الابار القديمة وعملوا ابار جديدة علشان يعملوا استصلاح للاراضي. فالحتة دي كانت مهمة قوي مصر القديم يوناني روماني. كانت فيها مياجة وفية بقى بتسبب. اه كانت مياجة وفية وقبار. الرومان لم يجب نضفوا القديم واستحدثوا قبار جديدة. معبت كومن نادورة ده معظم المعابد دي كانت على تبة. علشان يعملوا منها حامية تبص على اللي ممكن يغزوا المنطقة او ان هي تبقى كشفة الطريق كله. عشان كده حتى كلمة معبت كومن نادورة جاية من ان هما كانوا بيقعدوا فيها نادورجي. عاصل مماليك عملوا هناك حامية او قاوة تقعد هناك. ترائب الطريق بتعدد درب الاربعين وتتأكد ان الطريق سالك ومفوش اي مشكلة. الموضوع ده لازم هنفتحه بقى ونتكلم فيه بشكل اكبر. وحن يبقى عنواننا دايما ما حضرتك هو اثار مصر المنسية. كنوز مصر المنسية. ونتكلم عنها. بشكرا جدا لهذا اللقاء والاستاذ الدكتور ايفان ادوارد بولس. استاذ للشاد السياحي نورتنا دائما بنسعب بوجودك. شادينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم النهاردة. فعلى وعد دائما بلقاة اخرى قادمة. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنسبع عليكم. اشتركوا في القناة